وفضحت جريدة الاهرام السبب وكتبت بالنص منتقدة عدم اتخاذ باقي اعضاء اتحاد الكرة موقفا مؤيدا للاخلاقيات في الازمة قالت ايه ولا ندري كيف ان لجنة الاتحاد العليا المحرومة من المعارضة كانت جبانة في عدم الوقوف امام حضرة وكيلها عندما ارادت تسطر على لاعبه البرنس لتقوية فريق المختلط قبل كل شيء فنحو نحوه وارادت التأثير في انور بيك ليكون معها في الغفلة عن الحادث ومن احدثا في جينيف الصحافة كشفت السر كل شيء انكشف وبان محمد حضر به وكيل اتحاد الكرة ووكيل نادي المختلط في نفس الوقت متفق مع جمال البرنس انه ينضم للمختلط بعد العودة من الدورة الولمبية ويهمه عدم اقافه عشان يلعب للمختلط وبعد انكشاف السر وانتشار تفاصيل اللي حصل في جينيف بين الاوساط الرياضية اتحاد الكرة اجتمع وقرر قبول استقالة جعفر ولي باشا واحمد فؤاد انور بيك المفاجأة ان في نفس الجالسة اللي تم فيها قبول الاستقالة جات معلومات جديدة بتأكد صحة تقرير احمد فؤاد انور رئيس بعسة كرة القدم ويصدر الاتحاد قرار بشطب محمد جمال البرنس ومحمد حسن يعني في الوقت اللي بيقبلوا فيه استقالة رئيس الاتحاد وسكرتر الاتحاد يشتبوا لاتنين لعيبة اللي كان عدم عقابهم سبب في الاستقالة وكان قرار الشط اعنف من طلب رئيس الاتحاد اللي كان الاقاف فقط للعبين وهاجت الصحافة وكتبت مجلة الصباح تعليقا على القرارات ومن دقق النظر فيها تبين له ان معالي الباشا كان محقا في تمسكه باصدار عقوبة صارمة تكون راضعة لهما في المستقبل ولغيرهما ممن سيمثلون مصر في الداخل والخارج وهناك نقطة اخرى وهي ان اللجنة اخذت برأي الباشا واصدرت قرارها الحاسم بل كان قرارها اشد صرامة مما طلبه معاليه اذا كان معالي رئيس الاتحاد محقا في طلبه والذي نحار في فهمه الان هو قبول الاستقالة بالاجماعة مع الاخذ برأي الباشا الذي ادل به قبل الاستقالة فكيف يصح التوفيق بين هذين الرأيين فضلا عن تنفيذهما ترجمة نانسي قنقر